لا أهلي ببراميلز مبارا كبيرة بكرا إن شاء الله طبعا شايف المجال هتكون ازاي؟ لا موت شايفة حلو فريتين كبار وفريتين بلعب كرة كويس قوي وهنا كوالة لعب عالي وكان هنا أو هنا فببارا تبقى صعب على الفيديو لا لا عنده غيابات كتير بالجملة والبراميلز برضو عنده غيابات بس أبرزهم طبعا إبراهيم عادل مين هيتأثر أكتر بغياباته؟ لا وطبعا التأثير عند نادي الأهلي مش حتى بفهم مبارا بكرا نادي الأهلي المتأثر بقى له فترة يعني بسبب الإصابات بسبب الإجهاد فالموضوع ممكن يبقى صعب مع نادي الأهلي شوية إنها أنت بتكلم في برامز على ما أعتقد الهيكلة بتاعت الفرقة متكاملة باستثناء برهيم عادل هو طبعا لعب مؤثر ولعب كويس بس ده ما يمنعش إن هم عندهم يعني سطف كويس قوي يعني تبتكلم كان عبد الله السعيد أو رمضان رمضان كمان عيد هو فخر الدين بن يوسف لا يعني أنت بتكلم في كوالة لعب كوالة لعب عالي الديربي وقت قوية جدا إنما اللي هيتأثر فعلا بشكل كبير النادي الأهلي عنده غيابات تتكلم علي معلول علي معلول راجع علي معلول دينجي راجعين راجعين بس إنتا قال لك بقى بيرستون مش موجود أحمد عبدالله مش موجود حسين بتتكلم في قتل أساسية في نادي الأهلي مش موجودة إنما زي ما أقول لك إحنا متعودين النادي الأهلي بمن حضر أكيد يعني إن شاء الله كل الناس اللي موجودة على قد المسؤولية يعملوا مطش كويس وهم أحسين بالمسؤولية أكيد يعني إن ده مطش مفوش مفوش زار زي ما أقول لك ده بطولة يعني العقدر الله الخسران بكرة برة عايش عليك على لاعب تحديدا في النادي الأهلي وفرصة لإنتا اللي معي عايش عليك على كريم فويد رأيك في إيه من إيه سوالله كنت أتكلم عليه من فترة كده من فترة إيه ما سنت أكتر واحد هتشوف خبايا إمكانياته هتشوف برضو عيوبه يعني أنت اللي هتبقى قاري اللاعب كنت معميد وأنا من ثلاثة يام وقعدنا برضو في جدال بسبب محمد هاني وكريم محمد هاني في الوقت ده فعلا كان لازم رايح لازم بجد والله بيجي لك وقت وكرة بتديك دهرها خلاص بقى خلاص معمدة حتى لو أنت بتدي ما خلاص بالضبط مهما تعمل ومهما بتتمرن كويس بتنام كويس بتلتزم أيا كان أمورك السلبية الخارجية في حياتك الشخصية بتعملها بتحول تقليل منها بيجي فترة للاعاب الكرة بيتعنده شوية صح فلازم أبعنتس وارجع تاني ففعلا اللي عمله كابتن سامي ومصان الماتش اللي فات يعني بجد يعني هو بيحافظ عليه بالنسبة الكريم فؤاد على فكرة للاعاب كويس قوي 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 ولولاعب هيبقى حالة محترمة في نادي الأهلي عنده كل حاجة قوي وسريع ودريبل كويس ورايل كانت حالته في نادي امبي كان عاملهم حالة كويسة وماشي بشكل كويس وبلعب بشكل اساسي باك رايت لايه نص ملعب تلاقيه باك ليفتي شغال فانت يعني للأسف مستر بيساني ظلمه زي ما ظلم محمد شريف وكلمت معك قبل كده ان ده وضعت طبيعي ان هو كان لازم يبدأ ما ينفعش هجيب حد كان عشان بس أنا ناسي الراجل اللي هو كان في الجونال في الود الأفريكي ده كان آآ بوالية بوالية اللي جي لي ابو على شريف والشريف ماشي ده في الدوري وبرده روحت الظلم الشريف وقعدت وركنت وكل ما تنازل شيف يحرجك ويجيب صح نفس الحل انت جايبك والية العيب مم وانا بكلمك اصل الكلام ده مرة علي انا كمان بانا جيت من الاسماعيلي كنت مكسر الدنيا صح وجيت اعدت وبرده وضعت الكاس ده صح فللأسف فيه العيبة كتير بتتظلم مم فاتمنى فعلا ان كابتن سامي يبقى باصص لكريم بعين كويس قوي لانه فعلا اضافة وانت للاسف انت محتاج باكرايت انت منتخب مصر مفروش باكرايت صح فانت محتاج حالة زي ده ما بقلك لو خد مطش اتنين انا بستقرى محمد هاني بقى كابتن العبدالله فيه انه انزا ما انت لسه قيل كده انه منتخب مصر محتاج باكرايت اه طبعا لو في باكرايت دلوقتي هو اللي مفروض يبقى علي العين ولو خبرات مفروض محمد هاني المفروض ليه هو لمصر على فكرة عشان الكلام يوصلوش او ان احنا بنتكلم عليه بطريقة لا ما هو لعب كويس اكيد محمد يعني عنده حاجات كويس اول طبعا بس التأثير من عندك انت اما انت بقى بيجي للاعيب الكورة اما انا مريح عشان ظهري مسنود مش مسنود حاجة اني مفيش باكرايت ورايا مفيش حد بيدبدب ورايا بمعنة صح لا انا لازم اكتهد والعب واشتغل على نفسي بشكل كويس وكل مباراة ملاش دعو باللي فاتت عملت المباراة اللي فاتت كويسة لا لازم اعمل دي كويس انا في نادي الاهلي يعني منتخب نصر يعني المفروض املى المكان ده بشكل كويس انما الاسف هاني ما تفهمش دماغه مش هزاي مع العلم كوالية لهاب كويس جدا يعني عنده كل حاجة ربنا مديك كل حاجة انت لمقصر فاتمنى فعلا ان هو يراجع نفسه وهو من الناس الشخصات الجميلة اللي يقدر فعلا يرجع فعلا بالعكس هيبقى اضافة النادي الاهلي من المتخب مصر يعني هيبقى عندك كان كريم فؤيد والمحمد هاني ولا عمر جابر دلوقات شغال بشكل كويس مع بيرامنزو شغال في المتخب مصر يعني هيبقى عندك كذا حل مش هطيع طبع امم انما للأسف لقدر الله عمر جاله حاجة هتبقى مصيبة امم اه عمر كبال يعني على فترات مع العلم ان ده مش مكان عمر صح يعني عمر اساسا نص ملعب اللي شغاله في المكان ده كانت تنعني مال ومش مكا وارضو عمر نص ملعب فنما الباك رايت الباك رايت اه ان ماش موجود مفيش مفيش الله يمسك بالخير يا فتحي ده حتى انا عايز اقولك حاجة ان حتى فتحي كان لائه بوسط ملعب بس اشتغل ما اشتغل طبعا بس الباك رايت الباك رايت اللي كان نعاك احمد كان نص ملعب بس اشتغل انت فاكر مين مين اللي كان باك رايت لمصر كان باك رايت كان كابتن ياسر رضوان حتى كابتن ناسك كان بادئ النصب. انا بس بفكرارك اه. اقصب انا بقى. وانت كمان. لا بس انا بك رأي. طبعا بس انت بك رأي. انا بس اصد انه حتى اللي قعدوا فترة مع المنتخب كان ابراهيم حاسم. وكابتن ابراهيم حاسم. لا ده 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 في حتة تانية. ده الناش دعوه بيه ده. طبعا مستورة ده ناش دعوه بيه. فانت بتتكلم احنا عندنا فيه فيه ايه في المركز ده كابتن عبدالله. ايه اللي حاصل تم ترجع. كابتن غريم قري عليه. ايه وتم ترجع. تم ترجع ايه. كابتن غريم حاسم عمل التويز عليه. ايه فيه حاجة في المكان ده مش طبيعي. الباك رايت تحديدا في مصر. يعني الباك ليفت هتلاقي لا عدة. كتير اه. اه مرة وكابتن حفز القطاع وشان معاود. اه كتير. كتير والله رحمة دواب. تلاقي الناس كتيرة الناحية التانية دي دايما فيها مشكلة. المغضوب عليها الناحية ليه مين دي. اه فيها مشكلة جبيرة جدا. انا قلتلك كابتن غريم. اه خلص. خلص الحكاية. ايه خلص. حد شي ايه انا تاني. لا خلاص. بلزت. لا اوه كانت حتة تانية الله اكبر عليه. ليش حد يجي مكان تاني. طيب. نشوف كابتن غريم حاسم تاني.